بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله موضوعنا اليوم وبناء على اقتراح ورد من بعض حبيبنا المشتركين رح نتحدث عن فيتامين كاف فما هو فيتامين كاف وما هي أنواعه وأهميته بالنسبة للإنسان وكيف نحصل عليه يعد فيتامين كاف من بين العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن يؤدي نقصه إلى مشاكل في العظام وظهور كدمات ونزيف ويلعب دورا مهما في تخثر الدم ومثل أي فيتامين آخر يجب أن يتوافر فيتامين كاف حتى يساعد على تحسين تطور الجسم وأدائه في الواقع يعد هذا الفيتامين قابلا للذوبان في الدهون ويخزنه الجسم بكميات صغيرة تستنفذ بسرعة ولهذا السبب ينبغي تناوله بانتظام ومع ذلك يمكن للجسم إعادة تدوير كميات صغيرة منه لاستخدامها من جديد وفيتامين كاف يلعب دورا مهما في إنتاج بروتينات تسمى عوامل التخثر ونظرا لأهمية دوره فإن تناوله بكميات غير كافية من شأنه أن يسبب عواقب وخيمة مثل النزيف علاوة على ذلك يبدو أن هذا الفيتامين يلعب دورا في التطور السليم للأنسجة والعظام وعدم مد الجسم بكميات كافية منه قد يسبب مشاكل في نمو العظام وفيتامين كاف أنواع عموما هناك ثلاثة أنواع لفيتامين كاف هي فيتامين كاف واحد وكاف اثنين وكاف ثلاثة فما هو الفرق بينهما؟ يعد فيتامين كاف واحد وكاف اثنين من الفيتامينات الطبيعية المهمة لتخثر الدم وذلك بسبب دورهم الأساسي في إنتاج عامل التقطر وهما من الفيتامينات الذائبة في الدهون ولفيتامين كاف ثلاثة أشكال أولا فيتامين كاف واحد ويتوفر بشكل طبيعي في النباتات وتحديدا في الخضروات ذات الأوراق الخضراء ويمكن لجسم الإنسان أن يستخدمه مباشرة أي تحويله إلى فيتامين كاف اثنين وفيتامين كاف اثنين الذي يصنع بواسطة البكتيريا في المسالك المعاوية وتنتج البكتيريا بدورها عدة نظائر منهم ثانيا فيتامين كاف اثنين يتوفر في المنتجات الحيوانية في أعضاء اللحوم ومنتجات الحليب لكونها عالية المحتوى بالدهون وكذلك في الأغذية المخمرة وبالمقابل فأن اللحوم الخالية من الدهون كالدواجن لا ينصح بها لتعويض فيتامين كاف اثنين ومن الجدير بالذكر أن الجسم يخزن هذا البيتامين بتركيز عالي في الدماغ والكليتين أي بشكل مختلف عن كيفية تخزين فيتامين كاف واحد الذي يتراكم في الكبد والقلب والبينكريات ثالثا فيتامين كاف ثلاثة وهو النظير الاصطناعي الذائب في الماء من فيتامين كاف والذي يمكن تحويله إلى فيتامين كاف اثنين في الأمعاء بفعل الإنزيمات الموجودة في أنسجة الثديهيات وينتج صناعيا ويستخدمه الأطباء أحيانا مكملا غذائيا ولكن ما هي الأطعمة الغنية بفتامين كاف عموما تعد الخضار الورقية الخضراء أحد أكثر المصادر الغنية بفتامين كاف كما أن اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن من شأنه أن يمنحك ما يكفي منه نظرا لأن جسمك يحتاج فقط لكميات قليلة منه بإمكاننا العثور على فيتامين كاف في القضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط أو الخس وبعض الفواكه مثل التين إلى جانب اللحم والجبن والصوية والبيض ولكن ماذا لو نقص فيتامين كاف؟ نظرا إلى أن البشر لا يحتاجون إلى كميات كبيرة من فيتامين كاف فإن نقصه أمر نادر الحدوث وهذا النقص قد يحدث مع الأطفال حديثي الولادة الذين قد يعانون من النزيف ويعود السبب في هذا النقص عند المواليد الجدد إلى حقيقة أن هذا الفيتامين لا يدخل المشيمة بسهولة ولهذا السبب تكون مستوياته منخفضة عند الولادة وفضلا عن ذلك لا يحتوي حليب الأم على كميات كبيرة من المواد الغذائية كما أن البكتيريا المعوية لدى الأطفال لم تنمو بعد وبالتالي ليست لديه بكتيريا لتوليد هذا الفيتامين وفي هذا الشأن عادة ما يعطي الأطباء هؤلاء الأطفال فيتامين كاف عن طريق الحقن في هذه الحالات من ناحية أخرى يمكن أن تتسبب أمراض مثل التليف الكيسي أو مرض الاضطرابات الهضمية أو متلازمة الأمعاء القصيرة في نقص فيتامين كاف لأن مثل هذه الاضطرابات تولد تغييرات على عملية الامتصاص المعوي فتقلل كمية هذا الفيتامين الممتصة كما يمكن أن يؤدي العلاج بأدوية معينة مثل مضادات التشنجات أو بعض المضادات الحيوية إلى الإصابة بهذا النقص ومن هذا الممطلق يمكن أن يؤدي النقص الحاد بفيتامين كاف إلى ظهور كدمات ونزيف ناتج عن ضعف تخثر الدم وفي أسوأ الحالات قد يؤدي ذلك إلى نزيف داخلي خطير حبيبنا حتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا اليوم وسنتابع في الفيديو القادم التحدث عن متى يوصل أطباء بتناول المكملات الغذائية من فيتامين كاف وكيفية الحصول عليه وما هي أفضل المصادر لفيتامين كاف طبيعيا طبعا وما هي فوائد فيتامين كاف 2 تحديدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما حبيبنا ما هو رأيكم التعليق مع هذا الموضوع للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار اعتفاعلكم اثقاتكم بنا وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله